التأمين الاجتماعي بصندوق الحماية الاجتماعية والأحكام المتعلقة بقانون العمل أبرز ما ركز عليه البرنامج الميداني للتعريف بقانوني الحماية الاجتماعية والعمل والذي يستهدف في محطته الأولى نقابات عمال شركات محافظات مسقط وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص عن طريق غرفة التقارة في صناعة عمال والاتحاد العام لعمال سلطنة عمال ووزارة العمل سنقوم بزيارة كل المحافظات والالتقاء مع أصحاب الأعمال والعمال للتعريف بهذا القانونين وأيضاً للاستماع لهم وما هي مرئياتهم حول القانون واللوايح التنفيذية بإذن الله البرنامج يهدف إلى التوعية بقانوني الحماية الاجتماعية والعمل ورصد التحديات التي يواجهها العمال في تطبيق أحكام القانونين إضافة إلى تصريط الضوء على الممارسات النموذجية التي تعمل على تعزيز تطبيق أحكام القانونين والتطرق إلى الأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة العمال على التكيف مع تحولات سوق العمل وتحدياته قانون العمل أتى بالعموم ولكن هناك ستكون لوايح وقد بدأت وزارة العمل بالتعاون مع الاتحاد والغرفة بوضع اللمسات الأخيرة على هذه اللوايح ومن ثم ستذهب هذه اللوايح لوزارة العدل والشؤون القانونية والتي بدورها سوف تقوم بإصدارها أو باعتمادها وتصبح بعد ذلك نافذة ما يحصل بعد ذلك من إصدار اللوايح ما يحصل من خلافات أو تباينات بين أطراف الإنتاج في التطبيق سوف يحال إلى المحاكم المختصة وهي التي ستفصل فيها إن كانت هناك ثمت ملاحظات أو تباين في التفسيرات أو في التطبيق حتى هذا ويستمره البرنامج إلى الحادي والعشرين من الشهر الجاري إذ يستهدف في محطته الثانية محافظتي الداخلية والظاهرة والمحطة الثالثة محافظتي شمال الباطنة والبريمي فيما سيختتم البرنامج محطته الرابعة بمحافظة ضفار